بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين قناة مستر كريم تحييكم وإن شاء الله هتجهز لكم السنة دي حل كتاب المعاصر وجيم وكتب تانية بإذن الله للصف السالس السنوي على الكلمات هنبدأ من كتاب المعاصر صفحة 14 بس يا ليت ما تنسوش تدونا لايك قبل آآ ما نبدأ شرح هنبدأ نحل إن شاء الله ونفسر كل حاجة بالتفصيل أول حاجة أول جملة بيقول لي ايه عاوز يقول مسلا ايه كل انا عايز اعرفه الخطأ اللي انا ارتكبته طبعا كلمة مستيك احنا عارفينها اللي هي خطأ طيب واستخدم معها ايه ميت بقى اللي هي عايز يقول لي ميكا مستيك يرتكب خطأ فاستخدم معها ميت اللي هي الأخيرة اللي احنا شايفينها دي علشان تيجي قبل كلمة اللي هي خطأ يبقى كل اللي انا ايه بقى كل اللي انا بحديسه ولا بذكره ولا بسده ولا بطلبه آآ يبقى ديماند بقى اللي هي يطلب كل اللي انا بطلبه يا جماعة عايز اعرف ايه الغلط اللي انا آآ ارتكبته هو بيقول كده تمام طيب لكيلي كلمة لكيلي دي معناها لحسن الحظ يبقى لكيلي معناها لحسن الحظ طب تساوي ايه تساوي فورشنيتلي فاكرينها آآ فورشنيتلي وعكسها انفورشنيتلي لحسن الحظ ولسوق الحظ كذلك لكيلي وانلاكيلي طيب زير وير نو مكنش في كذا اذا ريزلت كلمة ريزلت يعني نتيجة ونتيجة لذلك كل آآ اوف كارز اكسلنط مكنش في حاجة لي آآ حوادث السيارات طيب هو عاوز يقول لي ايه لحسن الحظ مكنش في خسائر مكنش في اصابات لي حدث السيارات اللي حصل لانه وقالي لحسن الحظ طيب ويرنجز دي يعني تحذيرات آآ بعدين اللي هي خسائر واكيد هتبقى هي دي الاجابة المطلوبة لانها هتدي معنى ايه خسائر او مفقودات فعشان كده هتبقى هي الايه الاجابة طبعا مش هتبقى قرصنة ولا اللي هي حقوق رقم تلاتة بيقول للحاجة دي بتعتمد على دي بندقون يعتمد على الطلب العاطفي عشان تجذب القراء هنا عايز نوع صحيفة معينة طبعا هي صحيفة اللي هي الصحيفة الشعبية رقم اربعة نسخة الويندو بتاعته الكمبيوتر دي از نقط دي يعني حقيقي عايز يقول النسخة دي كزا مش حقيقية يبقى ان كانت دي معناها حقيقي يبقى هو عاوز كلمة ايه بقى يبقى عاوز كلمة مزيفة او كلمة اا غير قانوني او كلمة مقرصنة فناخد كلمة اللي هي اللي هي معناها ايه مقرصن او معناها اا مزيف او غير قانوني لان هو بيقول لي مش حقيقية تمام الصفحة اللي بعدها خمستاشر رقم خمسة بوت احمد اند هيز برايد برايد يعني عروسة او عروس يعني زوجته كلا من احمد وزوجته مبسوطين اوي وفرحانين اوي طبعا اللي هي حفل زفاف فكلا منهم هم الاتنين بقى يطارة مبسوطين على حفل زفافهم اللي ايه الفورمر الرسمي ولا الناسي اللي كان في شغب وكده ولا اللونج اويتد لونج اويتد يعني طال انتظاره حفل زفاف اللي كانوا منتظرينه من زمان ولا اللي هو الغير قانوني طبعا وضحت ان هي هتبقى لونج اويتد الحفل الزفاف اللي هو طال ايه طال انتظاره تمام طيب رقم ستة بيقول لي you have to work hard انت مضطر انك تعمل بجد تو نقط زي ابسنس كلمة ابسنس يعني غياب مستر اشرف عشان تعمل ايه لغياب مستر اشرف اكيد هتعوضه يبقى على طول هتبقى كامبنسيت اللي هي انت هتعوض غياب المستر عشان كده هتكتهد بجده علشان تعوض ايه غيابه مش اوبتين بقى اللي هيحصل على ولا اللي يشير ولا يعلن تمام الطريقة افل عشان كان في حاجة خطيرة كان في اذن خطير ولا حدث خطير ولا غش خطير ولا سلطة خطيرة طبعا انسدينت اللي هو حدث عرضي حصل مرة واحدة وممكن نوصفه انه هو حدث اللي هو عنيف شوية البوليس بيعمل ايه على الجريمة بيجريها يعني بيطلبها بيعمل لها لا اكيد بيتحرى على مين اللي ارتكب ومين اللي عمل الجريمة تيك بارت ان على بعضها معناها يشارك فيه فعايز يقول له ما تدعيش انك انت عملت حاجة انت اصلا ما شاركتش فيها يبقى سبايل يعني تفسد ولا سبين اللي هي يدور ولا كليم يزعم او يدعي ولا شك اللي هي يصدم طبعا اكيد يزعم او يدعي ما تدعيش انك ايه شاركت بحاجة وانت اصلا ما عملتهاش طيب عربية الشرطة او عربية البوليس تقزى كذا اخدت الناس الكذا للسجن بقى المكان المناسب او الملائم لهم يبقى اخدت مين المتهمين ولا المعاقبين لا اكيد اخدت الناس الايه المحكوم عليهم او المتهمين رقم 11 بيقول الارس كويك اللي هو الزلزال كلمة ريرلي او الزلازل عموما ريرلي نادرا ما تحدث في مصر فهو عاوز كلمة تحدث يعني طبعا نفس الاختيارات بتاعت الجملة الاولى اكيد هي دي اللي معناها ايه تحدث طيب رقم 12 is a crime جريمة punished by law يعاقب عليها القانون التحذير ولا ال casualty ولا pricey ولا right طبعا اكيد القرصنة جريمة يحاسب عليها القانون ايجو الطيار دو افزوس انا تعبت بقى من الناس اللي هي دي اللي هي ما بتحترمش خصوصية الغاير يبقى الناس دي ايه فورمال رسميين ولا ناغصي مشاغبين او متطفلين حشريين حبتين مناخرهم في كل حاجة ولا long-quated منتظر ولا illegal طبعا اكيد الايه الحشريين دول نتائج الامتحان سوف نقاط بقرة سوف ايه سوف يحصل عليها ولا تعلن ولا يشار اليها طبعا النوينص يعلن تعلن تعلن غدا ال violent storm العاصفة العنيفة completely بليتلي نقاط the old wooden house عملت ايه لي البيت القديم اه ريويند ريويند ضمرته اه مش طلبته ولا بقى ايه تحرته كده طيب 16 نقاط بيستخدم لغة رسمية مين ده بقى المتهمين ولا الصحف الرسمية ولا الصحف الشعبية اكيد الايه اكيد اللي هي الصحف الرسمية اتس اقريمتو نقاط كابرايت لو طبعا جريمة انك انت ايه بقى انك انت تخالف انك انت بتخالف القانون او بتخالف القانون ده دي جريمة دي كانت حاجة ايه بقى لما هو سمع ان عمه توفى كانت حاجة شقد بالنسباله يعني حاجة صادمة رقم 19 الحاجة اللي هي ادهشتني حقا ازاي شخص زي ده ممكن ان يوصق به الشخص ده بقى السجن هو افضل مكان لي يبقى الشخص ده مين البرميشن ولا الانس يعني الاذن ولا الحادثة ولا الغشاش ولا السلطة اكيد اللي هو الشخص الغشاش شخص المتهم او المشتبه فيه نقط عمل ايه ان فيه دليل ان هو هادنت ان هو ما سابش البيت يبقى التوسلة ولا التهمة ولا خوفة ولا كلم ده او يبقى الدعا بقى هنا يبقى زعمة او الدعا ان هو ما سابش المكان ده الصفحة اللي بعدها رقم 21 بيقول لي ابن عمي وانا دايما بيحصلين مع بعض حاجات كده ايه يعني مسلية شوية طبعا هتبقى يعني حوادث مع بعضنا اا اا انا هو وابن عمه كن زاور اللي اتقب بكاس العالم امبورتانت سبورت طبعا ايفنت على طول كاس العالم حدث رياضي عالمي مهم انزا بست في الماضي كان فيه حاجات ثقافية ضد النساء يبقى كانت ايه دي بقى كانت طبعا اا يعني حدث مشهور او بايس اللي هو تحيز او نزعة نسائية كان فيه تحيز ضد ايه المرأة كذا اللي خلى المعاصر على قمة الكتب دي هو المحتوى التعليمي بتاعه لما هو بيشرح كويس وبينسق كويس يعني ايه هتو انصر ان انا جواب كل الاسئلة بتاعت الكذا قبل ما روح بتاعت الايه الايواتنس الشاهد ولا الفيرجون ولا الانفستيجيتور اه هو المحقق جواب كل اسئلة المحقق قبل ما ايه قبل ما يرجع بيتو اا بعدين بيقول لي قول استخدامتس كل الطلبة اتند اذا كذا بيحضروا الكذا بتاعت البروفيشن البروفيسور كريم اا طبعا يبقى بيحضروا المحاضرات بتاعت الايه البروفيسور رقم سبعة وعشرين هيفي كلاودس الصحب التقيلة طبعا دي نقط اور سنلايت اكيد بلوك بلوك يعني تحجب تحجب دوق الشمس يهافزة كذا انت عندك الحاجة دي عشان تعبر عن رأيك عندك الرايت الحق لك الحق ان تعبر عن رأيك هو محامي كذا هو محامي بيدافع عن الابرياء الجملة دي تحس ان ولا اجابة مناسبة هو بيقول لي هو محامي محتال او قرصان قرصنا يعني قرصان ولا كريمينال مجرم اللي هو بيدافع عن الانسنت هتلاقي ان دي اقرب الى المعنى من التلاتة التانيين لانه مش سري ولا مصدوم يعني رجل كان شغال في البنك ومتقاعد على المعاش طبعا ما هو كان المانيجر الرسمي ولا اللي بيعمل مشغبة ولا الذي طال انتظاره ولا الغير قانوني لا الرسمي طب هتقول لي ده بتنطلع على المعاش ما انا هقول لك هو بيقول لي واز واز في الماضي زا فيل واز كذا الفايل تم الحصول عليه او تم الاشارة اليه او تم الاعلان عنه توزا ليجال دي بارتمنت للقسم القانوني اه يبقى حيلة الى ريفير دتو دي يعني تم ارساله الى او حيلة الى زا اجيبشا كذا الحاجة المصرية دي نجحوا في ان هم يحطوا نهاية للهجوم الاسرائيلي على غزة يبقى السلطات المصرية نجحت ان هي تحط حد لوقف الهجوم على غزة كنك هتاخد فسحة از اكذا عشان تجدد الطاقة بتاعتك يبقى دي حاجة حاجة مطلوبة علشان تجدد الطاقتك في البداية الاولية للحوار نقط يور فول نيم انت لازم بقى ايه تقول لنا اسمك تعرف بنفسك يعني وتقول اسمك فهتبقى ستيت يور فول نيم نقط حيث العدالة تحقق به يبقى دي الكورت اللي هي المحكمة تنفع ملعب تنس او طولة او سوري تنس او بثلة وتنفع برضو محكمة رقم ستة وتلاتين الصفحة اللي بعدها انهيزي سبيتش في الخطبة بتاعته مستر محمود نقط اول هستيم عمل ايه للفريق بتاعه بقى باي زيار نيمز اكيد الراجع منشند اه منشند ذكر كل الفريق بالايه بالاسم يعني عشان يشجعهم انت هتاخد حاجة مش ملكك يبقى ده كلام رسمي ولا كلام طال انتظاره ولا كلام غير قانوني سبيتر من الافضل ليك او من الافضل للقراء انه هما نقط اي بوكس انه هما اوبتين يحصلوا على الكتب بسعر ايه بسعر اقل شوية او بسعر منقفض اي كانت تيك زيز دي سيجن انا مش قادر اخذ القرار ده هنا هياخدو مش يعملو احنا عارفين ان القرار بياخد ميك هنا بقى مش هياخدو يعني وزوت مايفاظرز نقط من غير ايه من غير من غير او او ايه او يبرز ان هو ده يكون حاجة بارزة تكون لازม واضحة في الحاجات دي يعني معنى اذا زي ستيودينتز الطلبة توقفوا عن فعل الضوضاء لما الاستاذ بص لهم بنظرة ايه بنظرة تحذيرية مش بقى تعويضية ولا ايه ولا قرصنة ولا كده لو حد قالك حاجة مش حاجة امينة يبقى ده يعتبر ايه ده اه نقط اوه لو حد قالك سكرت بقى حاجة سري بقى ما تعرفش الناس بيها تنقط استو اوفيشلي انك انت رسميا بقى تقول للناس عن سامسنج يبقى انت كده انها ونسيب تعلم طالما انت بتكلم عن حاجة رسمية وهتقولها يبقى خطة او قرار يبقى انت بتعلنها كده طيب الشخص اللي هو بقى بيتصرف بعدم امانة على طول الغشاش الغشاش هو اللي بيتصرف بعدم امانة تقول حاجة صح يعني على الرغم انها لم تثبت او لم يتم ابرهانه يبقى انت كده بتدعيها لانها ما حصلتش اصلا طيب انك هتبدل حاجة او هتعمل توازن بين حاجة وحاجة يبقى انت كده بتعمل ايه يبقى انت كده بتتعود نقط هو حدث خصوصا اللي هو حاجة غير عادية او حاجة خطيرة يعني يبقى ده حاجة عنيفة حادثة طيب تو كده انك بتسأل عن حاجة بطريقة صارمة او بطريقة جبدية شوية يبقى انت برضو ايه يبقى انت كده يبقى انت زيك زي اللي بيطالب بحقه يبقى ديماند بقى اللي هي ايه يطالب بحاجة افضل بمرتب كده يعني طيب تو نقط تكتشف الحقيقة عن شيء ما زي جريمة واكسدانت يبقى انت كده بتتحرى بتتحرى الموضوع ده رقم خمسين صفحات صغيرة مقالات صغيرة فيها صور كتيرة وفيها قصص وناس مشهير وغالبا بتتعامل معها باقل جدية يبقى على طول اللي هي الصحف الشعبية طيب تو نقط حاجة تحصل او تبقى موجودة في مكان معين يبقى الكير اللي هي يحدث لما حد بشكل غير قانوني ينسخ الحاجة دي ويباعها باسمه يبقى دي اسمها القرصانة اللي احنا بنقول عليها انك بتسرق محتوى مش بتاعك طيب انت بتفسد حاجة يبقى انت كده بتضمرها نقط مندهش ومنزعج يبقى دا شوك دي بقى اللي هو ايه منصدم تعبير بقى بيعني انك انت مستني حاجة بكثيرا من القلق والدهشة يبقى دا يعني على اخرك يعني تمام؟ دا كان الجزء الاول وانتظر ان شاء الله هنكمل بقى الاجزاء ما تنسوش اللايكي يلا السلام عليكم